اشتركوا في القناة قناعة قناعة وجذباً إيه الإيمان في الجنتائلز يعني في الأقوام في الشعوب الأخرى في الأقواميين يقولون هكذا الجنتائلز شعوب الأخرى غير بني إسرائيل وكذا كذا لم تؤثر فيهم بالحكس كان العالم الروماني الذي سيعترف بعد أي ثلاثة قرون تقريباً ونيف بالمسيحية ديناً له ويؤثر عليها ويرومنها كما قال إيش قبن وعبد الجبار لدينا هذا العالم كان مليئاً بمن يعرفون بصانعي المعجزات وهم وثنيون أبولونيوس من تيرانا مثلاً أبولونيوس من تيرانا متوفى سنة سبعة وتسعين للميلاد وثني وثني هذا لا يؤمن بالله عز وجل الروماني هذا له معاجز كثيرة حتى أن فيلوستراتوس بعده بنحو قرن كامل حوالي متين وإشو سبعين ألف كتاباً كاملاً عن أبولونيوس من تيرانا ومعاجز العجيب لماذا؟ لأن فيلوستراتوس أيضاً كان إيشو كوكياً ريبياً وكان ضد الأديان وضد التوحيد أراد أن يقيم منه بما شاع عنه من معاجز وخوارق ضداً للمسيح أو نداً للمسيح لكن نداً وثنياً هذا توحيدي وهذا وثني فالقضية مشبهة أكثر من هذا أكثر من هذا عشان لا يتهم القرآن النبي لم يأتي بمعجزة حسية واعتل بأن القرآن معجزته وبأن الناس لا يؤمنون بسبب المعاجز والله شعر بدني هذا لم يقوله الله فقط قبل أن ينزع لقلب محمد قاله التاريخ والوقائع بل قاله يسوع عليه السلام بل قاله الكتاب المقدس كيف؟ في إنجيل اللوقة وعود إليه في إنجيل اللوقة يحدثنا أيه؟ المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام وما أجمل أمثاله التي كان يضربها حدثنا عن رجل غني متمول ثري يأكل من أطائب الطعام وأحسن المشروبات وكان يقف ببابه لا يريم رجل فقير مجذوم بدنه ملآن بالقروح متقرح اسمه لعازر اسمه لعازر هذا اسم يتكرر كثيراً في الكتاب المقدس على كل حال والذي أحياء المسيح واحد آخر اسمه لعازر أيضاً وأخه مريد المجدلية لعازر اسمه لعازر كان يؤمل المسكين لعازر الفخير جداً المعدم في فتاة ما يلقى من الطعام الذي كانت تناله الكلاب حتى قبله ولا يلتفت إليه يقول المسيح مات الغني الثري ومات لعازر الفخير ثم يعرض لنا السيد المسيح ثم يعرض لنا السيد المسيح مشهداً للغني الثري في هادس ما هي هادس؟ الجحيم جهنم هذا تعبير يوناني اسم يوناني المقدس كتب جونانية بعد ذلك المهم في هادس هادس هي الجحيم الغني الآن يجلس يتلظى في نار هادس وينظر إلى أبينا إبراهيم الخير عليه السلام أما لعازر المتقرح المسكين الفقير فهو يجلس في حضن إبراهيم لأن الملائكة ألقته إلى حضن إبراهيم وهناك أخذ أحسن هيئة وصار بدنه أحسن بداً ويأكل ويشرب متنعماً متلذذاً ينظر إليه الغني البخيل الجحود وهو في هادس يقول له يا أبتي يا إبراهيم ارحمني واسمح لأخي لعازر حين صار أخوك صار أخيك اسمح لعازر أن يأتيني وأن يضع أصبعه في الماء ثم يضعه في فمي ليبرد ما بي من حرقه جل ما عندوش طماية في شربة ماء ملكاش مثل القول الكريم الكريم ها هذكر في صوت العراف هذا أفيضوا على هنا مما طيب من الماء فإبراهيم قال له لا لقد نلت واستوفيت خيراتك كاملة في الدنيا ولعازر نال ما أصابه من المحنة والبلاء كاملا في الدنيا والآن حق يعني معنى الكلام هذا ما عندي حق للرب العادل لا إله إله أن ينصب ماذا ميزان العدل وكل إنسان يأخذ جزاؤه الذي يستحقه أنت لا تستحق إلا هادس وهو المسكين يستحقه هذا النعيم ثم يقول الخير إبراهيم عليه السلام ثم لو أردت ذلك ما أنا بمستطيع لماذا قال لأن بينك وبيننا هو لا نحن نستطيع أن نعبرها إليك ولا أنت تستطيع أن تعبرها فأضرب بينهم بسور له باب فاغطنه فيها الرحمة وظاهره من قبل لا إله وحي واحد لذلك النجاشي رضوان الله عليه وعليه السلام لما أسلم النجاشي حين سمع القوان الكريم وإخضلت نحيته بدموعه يبكي وأدرك كلاما عجيبا جميلا إلهيا ذا روح إلهية قال هذا والذي جاء به المسيح ينبعاني يصدران يفيضاني من مشكلة واحدة مصدر إلهي والقرآن أكد هذا في بضعة عشر موضعا أن القرآن جاء مصدقا لما بين ديه الكتاب القرآن يصدق التورا والإنجيل لا ينفيهما لا يشتب عليهما يصدق وهي نفس الشيء فأضرب بينه وبسور لكم نرى التعبير عادي فأضرب بينهم وبينهم وبينهم وبين التعبير ما بيني وبينكم هو التعبير عادي هذا هذا كتعبير إله عجيب على كل حال قالوا إذن يا أبتي الغني في الجحيم نسأل الله العفو والعافية دين الدنيا والآخرة يا رب اللهم تجعل هذا مصيرنا ولا النار مثوانه ومأوانه بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله قال إذن يا أبتي يا إبراهيم أرسله أرسل لعازر إلى بيت أبي في الدنيا نطلب من الله أن يعيده للدنيا لماذا؟ لأن في بيت أبي خمسة ملوخ وليه يبدو أنهم كلهم جحدة فسق لؤماء بخلاء كالزازون لا يحضون على طعام المسكين لألا يصير مصيرهم مثل مصيري قال لا هذا لا يكون لأن عندهم الأنبياء وموسى عندهم كلام موسى وكلام الأنبياء إسرائيل ما بدهم في العازر يرجع لهم هذا العازر فقير غلبان ليس نبي قال يا أبتي إنهم لا يسمعون كلام موسى وكلام الأنبياء فلو بعث لهم لعازر قال إذن إبراهيم قال إذن من لم يسمع كلام موسى والأنبياء لن يسمع ولن يفيده حتى لو عاد إليه الميت الله الآن أصبح وضحا لدينا هذا مع الخلفية التاريخية أن هذه المعاجز لم تجد إيمانا ولم تقنع إيه الجنتائلز ولا غيرهم حتى لم تقنع مرغم بني إسرائيل الذين يتألّبوا على المسيح ونعرف ماذا أردوا به أمه ذلك نعود القرآن الكريم وما منعنا أن نرسل بالآيات ما هي الآيات؟ المعاجز مريكلز الآيات سملا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخوفها سبحان من هذا كلامه وجل من هذا نظامه لا إله إلا الله صدق من قال العلم نور حين تفهم هذه الخلفية ثم تقبل على هذه الآية ستنظر إليها بعين أخرى غير التي نظرت إليها غير العين التي جعلت بعض الناس يلحدون ويكفرون قال لك هذه تعلّ محمد يعتل لأنه عاجز كأن محمدا يأتي بالمعجزة من لدنه لا محمد ولا غير محمد ولا أحد أصلا يستطيع أن يأتي بمعجزة الذي يأتي بالمعجزة يوصنع المعجزة رب الأنبياء رب البشر لا إله إلا هو الله تبارك وتعالى ولذلك كم من مرة الله يذكر ويلفت إلى أنه لا يستطيع محمد أن يأتي بآية إلا بإذن الله إذا الله أذن على أن أي محمدا لو جعل التحدي هي المعاجز الحسية واستجاب لهم وأفحمهم لن يكون حالهم خيرا من حال مين من حال الأقواميين وبني إسرائيل الذين كفروا بعيسى واعتبروه أستغفر الله حتى ابن الشيطان عيسى ابن الشيطان عليه الصلاة والسلام حاشاه وكلا